الجين الأناني لريتشارد دوغينز حين تتجلى إرادة الطبيعة يتشارك قرد الشمبانزي والإنسان بقرابة 99.5% من تاريخهم الجيني ومع ذلك يعتبر معظم المفكرين من البشر أن الشمبانزي ما هو إلا مسخ غريب بينما يعتبرون أنفسهم صورة الإله هذه كانت كلمات دوغينز الأولى في مقدمته للإصدار الأول من كتابه الجين الأناني وبهذه الكلمات يأخذنا الكاتب عبر رحلة مثيرة تبدأ من الحساء الأولي قبل أربعة مليارات سنة قائلا في البدء كانت البساطة مرورا بالكثير من الأمثل المذهلة عن تكيفات الكائنات الحية عبر العصور يعرض فيها صورا من ممالك الطبيعة تتنوع بأشكالها حتى يكاد العقل أن يتوقف عن روعتها ثم ينتهي بالتحدث عن فكرة تناظر فكرة الجينات في علم الأحياء وهي فكرة الميمات في علم الاجتماع يبدأ الكاتب بتعريف الجين إذ مع وضوح هذه الكلمة في أذهاننا كمبدأ إلا أننا لا نستطيع الإمساك بها بأيدينا أو بأدواتنا فنحن نعلم أن الجين يحمل على الصبغيات ولكن كم جينا يحمل الصبغي الواحد؟ عشرة؟ مئة؟ ألف؟ هنا تظهر الصعوبة في دراسة الجينات والتعامل معها كواحدة ولكنه يطرح تعريفا يجعلها قابلة للتداول والدراسة بل ويعطيها طابعا واعيا ليسمح لنفسه بذلك أن يطبق تعابير كأناني وقادر ومتحكم عليها يعتبر الكاتب في كتابه هذا أن الجين هو محور التطور ومركزه ويعرض العديد من الدلائل لينفي أن المتعضية أو الجماعة هي مركز التطور وبهذا يكون الجين هو المصدر الحقيقي لتصرفات الكائنات الحية وتنعكس محاولاته في الحفاظ على نفسه على تصرفات الكائنات الحية التي تحمله وبهذا يمكن تفسير الإيثار بين المتعضيات ذوي القرابة بأنها محاولة من الجينات للحفاظ على نفسها أو على ما يشابوها بأكبر قدر ممكن ولكن الفكرة ليست بهذه البساطة فالقرابة بين الأخين التوأم هي حالة تطابق بينما هي بين الإبن وأمه حالة نصف الجينات فقط ولكن الإيثار في الحالة الثانية أوضح منه في الأولى وهنا يدخل دوغينز في تفسير أعمق يتعلق بمحاولة من الجينات للحصول على أفضل النتائج بإدخال عوامل أخرى غير نسبة الجينات المشتركة بين المتعضيات ولكن الكاتب لم يقصد أن يقول أن الجين يملك إرادة بالمعنى الذي نعرفه نحن ولكنه يستخدم الاستعارة لوصفهم وكأنهم يملكون تلك الإرادة والقصد أن الجينات التي تستمر في النوع هي تلك التي تخدم ذاتها وبذلك يحصل التطور على مستوى الجين لا على مستوى المتعضية أو الجماعة وهما مدرستان يرفضهما دوغينز تماما ومن هنا تبرز الفكرة الأساسية في كتاب دوغينز وفي المدرسة التي ينتمي لها وهي أن المتعضية ما هي إلا وسيلة لحمل الجينات والحفاظ عليها وأن التكيف الذي تبديه المتعضية للظروف والتغيرات ما هو إلا محاولة من الجينات للحفاظ على العربة التي تنقلها إلى الجيل القادم وهنا تبدأ المعضلة الأخلاقية التي يتصورها منتقد الكتاب بالتوضح أكثر إذ يمكن للعربة أي المتعضية وبعد أن تكسب وعيا وإدراكا كاملين لوجودها أن تتصرف بما يناسبها لا ما يناسب الجين كأن يمارس الإنسان الحد من النسل مما قد يبدو وكأنه منع للجينات من أن تستمر ولكن هذا في الحقيقة يزيد من فرصتها في البقاء حيث يساعد الحد من النسل على الحفاظ على النوع بتركيز الوالدين طاقتهما على طفلين أو ثلاثة بدل تشتيتها على أكثر من ذلك هذا هو أسلوب دوغينز حقيقة في طرح أفكاره والإقناع بها فبعد أن تظن أنه يخالف فكرته فيأخذ دور محام الشيطان يعود ليضحض كل تلك الحجر وليقدم حجره الدامغة دليلا على صحة أقواله وبعد استعراض العديد والعديد من الأدلة التي تدعم نظرية المدرسة التطورية التي ينتمي لها والتي ترى في الجين مركز التطور وتصنف الجين على أنه جهة أنانية تسعى للحفاظ على نفسها بدون أي ضوابط ينتقل إلى الحديث عن تجربة على مستوى المتعضيات الأفراد يتحدث فيها عن الإيثار وعن الخير وعن حقيقة نفعهما لاستمرار النوع وتتعقد التجربة بتعقد معطياتها ليصل في النهاية إلى الخلاصة فيعلق دوغينز عليها قائلا لنحاول أن نعلم الكرم والإيثار لأبنائنا لكوننا أولدنا أنانيين لنحاول فهم مآرب جيناتنا الأنانية لأننا عندها قد نستطيع أن نعاكس غايتهم هذا أمر لم يحلم أي نوع من الكائنات الحية به وفي نهاية الكتاب يسبق دوغينز تعبيرا جديدا يدعوه الميم كواحدة لتطور الثقافي وينظر بأن الميم كالجين ينسخ نفسه بأنانية ويستخدم عقولنا كمركبات فيبدأ بالانتشار ليصل لغايته في الاستقرار ويختم بأن يقول أن ميم الإيمان الأعمى يؤمن استمراره باستخدام الميزة المبطنة البسيطة والتي هي تثبت الأسئلة المنطقية يقول دوغينز في كتابه إنه عندما قام بكتابته كان يفكر في الجميع بالعلماء متوخيا الدقة العلمية وبالدارسين متوخيا المنهجية والمرجعية وبالعموم متوخيا البساطة والوضوح فلا تقلق عزيزي القارئ إذ مهما تكون أهدافك عن قراءة هذا الكتاب ستستطيع الاستمتاع به بقدر ما ستقبل بنهم على محتواه كتاب الجين الأناني لمؤلفه ريتشارد دوغينز ترجمة مركز البابلتين للترجمة طباعة دار الساقي بيروت لبنان عام 2009